الحدث مع أحمد لغماطي على كافة الأصعدة السياسية والأمنية والعسكرية وهل يمكن أن نطلق على هذا العام رغم التضييق على الشرعية ورغم تردي الأوضاع الاقتصادية والإنسانية عام الانتصارات التي تحققها المؤسسة العسكرية على حساب كماشي خطر التنظيمات الإرهابية كيف يتوقع الأستاذ نعمان الأوضاع الميدانية وخارطة السيطرة العام القادم الذي تفصلنا عليه أقل من 48 ساعة من الآن ترجمة نانسي قنقر 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 بن عثمان لنختم معه حلقات الحدث لعام 2016 هذا البرنامج الذي بدأ في السابع عشر من مايو الماضي اليوم هو الحلقة رقم 183 والحلقة القادمة سوف تكون بإذن الله العام القادم الذي نتمنى أن يكون عام السلام لكل الليبيين والأمة العربية كذلك لاعرف ما كان الاتصال الآن صار جاهز إذن نتوقف مع فاصل قصير ثم نعود لأبدأ الحوار مع الأستاذ نعمان بن عثمان رئيس مؤسسة كوينيوم للأبحاث ترجمة نانسي قنقر نقول عز الوطن في وحدة ترابة كان الوطن ما تبو خرابة عز الوطن راه الوطن غالي وراه الوطن ما يسوه والي واللي في الوطن فرط بيت جيالي وطال الهاجر وطال العذابة عز الوطن في وحدة ترابة كان الوطن ما تبو المترجم للقناة 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 المترجم لك المترجم للقناة 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 من الخضراس المترجم للقناة محاولة الدخول هي من المجلس العسكري مصراته اللي هو الميليشيات لكن كون أن مصراته بالكامل طرف هذا المضوع بمعنى بتدخل عسكريا أنا لا أعتقد ذلك على الأقل عند الآن لا توجد يعني معطيات ميدانية تؤكد أن مثلا مدينة مصراته ستدخل في هذه الحرب ضد القوات المسلحة الليبية ما زال عندي شك كبير لكن المجلس العسكري هو يحاول يفرض رأيه وفي منها حتى أسباب خاصة بهم هي هذه المشكلة اللي أنا فيها في ليبيا الآن كل المجموعات هذه اللي هي خارج إطار القوات المسلحة الليبية عبارة عن ميليشيات سميها ما شئت وجميعها جميع الميليشيات الموجودة على التراب الليبي الآن كلها تتحجج بشيء واحد فقط وهو يبدو أن هناك مشكلة يحاول في الاتصال فقدنا الاتصال بعض الشيء معك أستاذ نعمان بن عثمان أعود إليك وأنت الآن تقول أنه لازالت تراودك الشكوك حول أن يكون موقف مصراتة الآن مجتمعاً سوف يذهب باتجاه دعم صرايا الدفاع الإرهابية أو المهدي البرغثي في هجوم آخر على منطقة الهلال النفطي عندما نتحدث عن المجلس العسكري مصراتة فقط مما يتألف هذا المجلس ما هي أبرز الفصائل المسلحة المنظوية تحت لواء المجلس العسكري مصراتة لأن الكثير يقول أنه هؤلاء هم الذين يسيطرون على المدينة الآن لا شوف المجلس العسكري يازال يستخدم في هذه الصيغة ألو نعم أستمع إليك أستاذ نعمان يبدو أن هناك مشكلة في الاتصال تواجهنا الآن عبر الأقمار الصناعية من لندن والأستاذ نعمان بن عثمان رئيس مؤسسات كويليام للأبحاث أعتذر من المشاهدين لرداءة الاتصال وسوف نحاول الآن العودة إليه مجددا لا أعرف ما إذا كان الآن معي أستاذ نعمان معك أستاذ أحمد معك تفضل سوف نحاول الآن لا أعرف ما إذا كان الاتصال جيد أو لوعية الاتصال جيدة لكن أفسح لك المجال الآن لتكمل فكرتك أستاذ نعمان وأعتذر منك كذلك على رداءة الاتصال تفضل بارك الله فيك أستاذ أحمد أنت وكل الأخوة العاملين في المحطة ونصلى الله يتقبل منكم جميعا عملكم وكل جهودكم هذه الجبارة حقيقة شكرا المجلس العسكري في مصراتها هو عبارة عن كيان أو هيكل لا يختلف على أي جهة في ليبيا عسكرية مسلحة قاعدة تحتفظ بصيغة المجلس العسكري هذه الأسماء اختفت من برقة بالكامل لا وجود في برقة لأي شيء اسمه مجلس عسكري كل ما هناك هو القوات المسلحة الليبية والوحدات والتشكيلات العسكرية التابعة لها والمنظوية تحت غرف عمليات مختلفة جدا فالنظر التينية للمجلس العسكري في مصراتها هو عبارة عن ميليشيا لا زالت تستحضر السنوات التعيسة المتعلقة بالحروب الأهلية والقتل وعدم المسئولية والاعتداءات غير مبررة مثلها مثل كل المجارس العسكرية التي لا زالت تستحضر المنطقة الغربية الغرب الليبي نعم وفي تقدير أن جزء رئيسي من المسلحين اللي في مصراتها لا ينطو ولا يعترفوا بشرعية هذا المجلس لعلمك مثل باقي المدر الليبية الأخرى هو عبارة عن أصبح واجهة سياسية تقاتل من أجل البقاء واستمرار الحصول على الدعم المادي ورواتب المنتسبية إليها من الميليشيات المختلفة والحفاظ على وضحها يعني بين قوسين نقوله تحاول تشارع عن نفسها نعم لكن حتى بننبه نقطة مهمة جدا وهملي بكل الإخوة اللي بيني سمعوها هذه نعم وهي لاحظ أثناء عمليات سحق داعش في سيرك رهابيين داعش اللي هي كانت كلها تحت مكون البنياء المرصوص نصر الله اللي يتقبل شهدائهم وأن يشفي جرحاهم يعني وأن يصبر كل عائلات اللي دفعت بأبنائها يعني في هذه المعركة والحمد لله نصر عظيم جدا وراعا سحق شرادم داعش اللي جايين من ليبيا ومن شداد الأفاق من كل نحاء الأرض كان يتقاتل هناك يعني لكن لاحظ لم يكن هناك دور لما يسمى بالمجلس العسكري مصراته غير موجود يعني المجلس العسكري مصراته لم يشارك في الحرب ضد تنظيم داعش في سيرت كما تؤكد لي الآن لكن ما القوة التي يمثلها المجلس العسكري مصراته في موازين القوى هناك داخل المدينة وهل تعتقد أن العقلاء أو الحكماء الذين يتحدث عنهم البعض أو يعول عليهم البعض أو يطلبهم باتخاذ موقف من الميليشيات أو دعم الإرهاب في بنغازي أو في غيرة أين هؤلاء أستاذ نعمان بن عثمان؟ لأن الكثير يقول أن الصوت الأعلى هو صوت التيار الداعم للإرهاب ومجلس الحكماء أيضاً أو رئيس مجلس الحكماء إبراهيم بن غشير أيضاً الكثير يتحدث عن انتمائته الإخوانية لا طبعاً بالنسبة ل بالنسبة لإبراهيم بن غشير وكل من هو في حدوه هؤلاء من أكبر متطرفين الحرب هؤلاء لم نشاهد منهم إلا زرع الحرب والدمار وتأييد أي واحد يقاتل أطراف الليبية التي غير راضين عنها أو مصنفينهم دورة مضادة أو أزلام أو أعداء التورة أو أي تصنيفات فبالنسبة لإبراهيم بن غشير لا يمكن أن يوضع ضمن يعني لما نتكلم نقول عقلاء أو قوة بطنية في مصراتها الاتجاه والكلام لا يعني بن غشير بن غشير عنصر أساسي من إشعال الفتنة والحروب والقتل والخراب والدمار في أغلب المذنبية هذه مسألة واضحة يعني وهو من الناس الكثير جداً اللي يوفروا الغطاء للأرهابيين هؤلاء والزناديق اللي قاعدين الآن القوات المسلحة قاتل فيهم في بقياهم في قنفودة وفي الصابري في سوق الحوت وأيضاً الأرهابيين اللي في درنا يعني بنغشير من أمثاله هم اللي يوفروا لهم الحاضنة في مدينة مصراتة في بعض الأماكن وبعض المواقع المعينة لكي أنهم يعني يطلقوا هذه الحرب المستمرة نفس الشيء وضعه في الجنوب كان دوره سيئة جداً وانت لاحظت لما راح هناك حاول أن يتوسط في القضية بين القداد فولاد سليمان نص الله ليش مع شملهم يعني وأن يوحد كلمتهم لصالح الوطن رفضوا بعض الناس خرجت منك حتى قبائل أخرى جايين شيوخ قبائل منطقة الغربية لما شاهدوا بنغشير طرف في هذه القضية رفضوا حتى أن يستمروا في الموضوع طيب أستاذ عمان ما الذي سيضيفه أنا عندما أتكلم عن مصراتة لا أقصد لا تقصد إبراهيم بنغشير لكن عندما نتحدث الآن عن موقف المجلس العسكري مصراتة وانضمامه إلى تحالف الجذران المهدي البرغثي وزير دفاع حكومة الوفاق المرفوضة إسماعيل الصلابي أبو عزام الشركسي وغيرهم ما الذي سيضيفه انضمام المجلس العسكري لهذه الجوقة التي فشلت في مرتين سابقتين من احتلال أو حرق الهلال النفطي ووجه لها الجيش ضربات قاسمة أنت مرة تستطيع فيها في أسئلة أنا لا أريد أن نجاوب عليها ولماذا؟ لكن أنا أرى أن على المدى البعيد أنه إيجابي الزج بهؤلاء يعني في موضوع الجفرة وبالذات أن يزيدوا يستقبوا أكتر خلوا يطلعوا يطلعوا أكتر خاصة اللي جاءوا من طرابلس وعندهم ملفات أمنية ومتازة جدا أنا حقيقة يعني ما نشعرش بأي قلق ولا نشعر بأن ينام ضايق بالعكس حتكون فائدة كبيرة جدا لأننا نحن نقول القوة الوطنية تدعم تأسيس قوات مسلحة ريبية وتدعم قواتنا المسلحة والقيادة العامة والشرعية وندعو أيضا إلى السلام والصلح وكل شيء بس هؤلاء الناس وجودهم هناك في المحصلة النهائية في التحديل النهائي هو إيجابي وليس سلبي علينا نحن من الذي يسيطر أستاذ نعمان بالعثمان على مدينة مصراتا أو من الذي يحاول أن يزج بأبناء المدينة ويستعملهم كوقود لنار الصراعات ونار المعارك ونار الحروب في البلاد من الذي يريد لهذه المدينة أن تكون في مواجهة الجيش وفي مواجهة مؤسسات الدولة برأيك هذا سؤال مهم جدا في تقديري أنهم حلقات يعني في أقصى مدى قد لا يتجاوزوا 15 أو 20% من مصراتا كلها اللي هي حوالي 450 ألف مواطن يعني هؤلاء مثلوا ممكن 15% منها جزء منهم اللي هم مرتبطين بقصة التصور التركي الحكومة التركية في أنقرة نعم ومن أهم رموز هذا المشروع الفورتية من أهم رموز هذا المشروع اللي يرى أنه لازم أن يكون فيه تحالف بين مدينة مصراتا والمشروع التركي اللي موجود في أنقرة هناك وهو يتعدى ليبيا إلى الشرق الأوسط من أهم رموزه هو الفورتية وهذا تم الاتفاق عليه في 2011 بينهم وفي عدة لقاءات وفي هوتلات ومتقب الساعة جلسات الصباحية كلها على الافطار في الوتيالات وين في نيف وفي غيرها المهم هذا مشروع فهو هذا لا يملك أمره لا يملك نفسه هذا لأن مرتبط وعاطي ضمنات واخد دعم من أربع أو خمس سنوات من طرف آخر اللي هو الطرف التركي ولذلك يحاول دائما يتبد أو يعطي معلومات مضللة حتى في الخارج أن أنين مسراتة في إيدي أنين متل مسراتة أنين رمز المسراتة وهذا كلام غير صحيح ما يمتلش مسراتة الطرف الثاني هو حركة الإخوان المسلمين تنظيم الإخوان المسلمين نجحت حركة الإخوان ببراعة تامة أن هي تتخذ من مدينة مسراتة كجغرافيا مسراتة نفسها أو الكتلة البشرية اللي هي من مسراتة بكل كوادرها وإمكانياتها أن هي تعطي انطباع أن مسراتة الإخوان الإخوان مسراتة وهذا غير صحيح برأي وهذا على أرض الواقع عمليا داخل مدينة مسراتة غير إطلاقا إطلاقا نعم غير صحيح لكن الإخوان عندهم إمكانيات وعندهم قدرة وعندهم دهاء كيف يبرزوا في الأشخاص اللي هم انتماءاتهم الأصلية لمدينة مسراتة بالرغم أن مشروحهم هو مشروح حصل بنا مش مشروع مسراتة ما ليش علاقة بمسراتة شايف هذه الفئة لا تريد أن يحل الموضوع بالطريقة الليبية أو بالطريقة وطنية لأن تريد مصالحها وجود مسراتة في الأزمة واتفع بأبناء مسراتة في حرب تلو الأخرى في حرب تلو الأخرى حتى يضمنوا هم أنهم باقين في السلطة خارج إطار الصندوق وخارج الانتخابات بزعم أنهم يمتلوا مسراتة وكتلة مسراتة البشرية المهمة جداً في ليبيا تنتمي لهم فهذه أيضاً من الحلقات التي مصر على هذا الأمر قبل أن نتحدث الحلقة الثالثة أيضاً الحلقة الثالثة هي المرتبطة بي نعم مرتبطة بي قبل أن ننتقل إلى موضوع آخر الحلقة الثالثة بالحرب في بنغازي ومرقع عموماً نعم لأن شعره أن السيطرة على بنغازي من أول حداث فبراير بدأت في نهاية سنة 2011-2012 أن من الضروري جداً السيطرة على بنغازي في صياغة أمنية كبيرة الحلقة لا تستوعبها الآن بحيث أن تبقى السلطة المركزية في 300 كيلو متر اللي نقول فيهم دائماً اللي هي من مصراتة لعند نهاية طلاب رسية ضواحي طلاب رسية في جنزور بها تبقى سلطة القرار السياسي والمالي موجودة هناك وهذا الموضع هو من قديمة الموجود يعني من الأربعين سنة الماضية من أيام الجماهيرية موجودة عملياً السلطة الرئيسية في هذا 300 كيلو متر جيد؟ فأنك أنت لازم تهدي الناس في برقة اللي تايرين وخارجين للشوارع وشباب طاقة لا يمكن السيطرة عليها أطلاقاً فبس كل سكان بنغازي ومدرغ يرجع المشهد نهاية 2011 2012 كيف كانت أهم معسكرات بنغازي رئيسية كلها بالإرهابيين وثم جاءت فكرة الدروع اللي درتها وزارة الدفاع عن طريق وسامة جويلي في حكومة الكيب كسرت وأنهت وجود القوات المسلحة الليبية بالكامل هذه الطبقة لازالت تحلم بضرورة إشغال بنغازي لأنها هي قلب برقة وهي المحور السكاني الرئيسي في كل مدن برقة وحتى يوصل إلى عند الجنوب موجودة أطراف منها في مثلاً في مصراتها تحاول أن هي تبقي الأمر لكن في تقديري لو سألتني قبل أن تقلل موضوع آخر عملينا عندما نصل إلى اللحظة الحاسمة الغالبية الساحقة من سكان مصراتها لا يريد الدخول في حرب مع القوات المسلحة الليبية بقيادة القيادة العامة القوات المسلحة الليبية طيب اسمح لي أن أتحدث عن الإخوان المسلمين الذين أشرت إليهم في تشخيص كلان في هذا التوجه الذي تذهب إليه بعض الأطراف في مدينة مصراتها باتجاه دعم التيارات الإرهابية في من يقول أن جناح الإخوان المسلمين أو تيار الإسلام السياسي بصفة عامة الجماعة الليبية المقاتلة وأخواتها هؤلاء لا يملكون القوى الكبيرة وأنكم تحاولون الآن أن تضخموا من صورتهم أو من حجمهم وهم لا يملكون هذه القوى على الأرض سواء الأذرع العسكرية التي تحميهم أو التي توفر لهم هذه التغطية السياسية كيف ترد على هؤلاء أستاذ نعمة؟ لا هو ليس ملزم بالرد على حد أنا نقول في رأيي وغير معني بالقصة هذه أعتقد أن رأيهم فعلي الآن الكثير يسأل كيف وصل تيار الإسلام السياسي وكيف تغول تيار الإسلام السياسي وكيف سيطر على مفاصل الدولة عندما نتحدث عن سيطرته خلال العوام الماضية على المصرف المركزي على سبيل المثال على وزارة النفط وزارة المالية في الحكومات المتعاقبة على دار الإفتاء على ديوان المحاسبة كيف تمكن تيار الإسلام السياسي من نيل كل هذه المكاسب وهو لا يملك هذه الأذرع العسكرية كما يشير البعض لا كيف لا يملك الأذرع العسكرية تيار الإسلام السياسي هو أصلا ما الذي خارب لي بغير الإسلام السياسي كيف مع أنتم شدر عسكرية هل هذه الزنادق أو الأرهابيين والمقاملين شنون ما هذا أصلا من ننجيين هدو شين هدو الليبراليين أو العلمانيين أو شين هدو يقولون لك أنه تنظيم داعش وتنظيم القاعدة وأن الجماعة الليبية المقاتلة لا تملك كتيبة اسمها الجماعة الليبية المقاتلة الإخوان المسلمين لا يملكون كتيبة اسمها جماعة الإخوان المسلمين على سبيل المثال داع يملكوا يسام بن حميد الدروع حركة الإخوان المسلمين شكلت نفسها من خلال سيطرتها على الدروع النقطة الثانية وصرفت عليهم الأموال الدولة حاولت أن تستغل طبعا الإنفاق كله إلى عند الآل للأسف ما دي النقطة أيضا على فكرة أنا دائما أستغرب في الناس المتناقضة مع نفسها كيف ترى نشوف فيهم يعيطوا حتى في الخارج مؤتمرات لما يستبعوهم الغربيين يدير قرواطة حلوة ويجلس وما فيش كاميرات تتصور فيهم ما يطلعوش في التلفزيون ولا في الفيسبوك يبدوا يتكلموا على كيف أن الميزانية وأن هؤلاء المسلحين استنزفوا بند الميزانية وحوالي ينفق عليهم من 22 إلى 24 مليار دينار ليبي سنويا ميزانية بند الرواتب في نفس الوقت لأنهم منبودين وسقطت عنهم ورقة التوت خلال السنوات الماضية وبانوا أنهم تافهين ولا يملكوا أي مشروع لليبيا سوى أنهم يبقوا يدفعوا التمن الشعب الليبي تمن بقاءهم في الخارج عندما كان معمر قدافي يسميه مكلاب ضالة يأتي يقول لك التوار والشارع مات جنبي والشارعك مات جنبك إذا كنت عمرك وسكت سلاح أصلاً في حياتك أنت راجل أصلاً تقدر تمسك لاشنكوف تضرب النار على العدو ما يقدروش لازم يأخذوا آخرين يقاتلوا من أجلهم مع عمرهم في حياتهم رفعوا سلاح أبداً وهذا كويس لأنه سلاح شرف مش كل حد يقدر يحمل أصلاً لكن اللي بنقوله كالتالي أنا بستغرب فيهم ينتقدوا في الإنفاق الرهيب والإهدار الغير طبيعي للأموال وهم عارفين أن 23 مليار هذه جزء جبار منها ماشي لما يسمى بالتوار بغير وجه حق وبغير سلطان لا من شرع الله سبحانه وتعالى ولا بالقوانين واللوائح ولا حتى بفهم الوطنية نه ولعند الآن تصورها ولين نتفاهم هذا يعني المجتمع الدولي بيقول لو قصاتوا عليهم الرواتب حيخربوا بيتكم طيب أستاذ معمان عندما نتحدث الآن عن الأسماء في أسماء تشارك حتى الآن على سبيل المثال في الهجوم على منطقة الهلال النفطي حضرت الاجتماع الأخير في مصراتها يعني لا نعرف عقائدياً تنتمي لمن وهل من الضروري برأيك أن نعرف الخلفية الإيديولوجية لهؤلاء أم نتعامل معهم كعدو وانتهى الأمر بمعنى الآن عندما نتحدث عن إسماعيل الصلابي هو أخوان مسلمين ولا تنظيم قاعدة عندما نتحدث عن زياد بلعم عندما نتحدث عن أبو عزام من هؤلاء أو ما هو تصنيف هؤلاء عقائدياً أستاذ نعمال؟ شوف ليس أنا قلت لك مبسوط كلا بالنسبة لهؤلاء بالذات الإسمين اللي ذكرتهم بعون الله يعني كفيناكم شرهم عند الغرب بمعنى؟ وممكن نستخد متهديد أيضاً يعني بالذات في موضوع زياد بلعم لأن عندنا الأدلة بالضبط هو يتعامل مع من مش في مجال طرحة الآن أدلة أدلة مش تحليل أدلة جيد؟ هذه الأدلة تعرفها كويس الدول الغربية وبالنسبة لإسماعيل الصلابي فهو عبارة عن إرهابي رسمي ودماء المئات والألاف من أبناء بنغازي في إيده هو لما تشدون إن شاء الله ويتكلبش أنا سنجيب الأدلة بالقانونة ونجيبولها محامي بس مش نتبتوا للناس من هو هذا الشخص والدماء اللي ملطخة إيديه بها وأنا متأكد أنه هو لن يجرع طول حياته يدخل بنغازي من جديد لا يمكن وأبو عزام من؟ انتهى وضعه أبو عزام هذا شخص كان في أفغانستان زمان ثم بعدها أخذوا لجوه في أوروبا راح لهولندا فترة ثم انتقل لإيرلندا اعتقل في السعودية بسبب تحويلات مالية ما كانت شيء فعلا لكن السلطات السعودية اشتبهت أن هي متعلقة بالإرهاب هو كان في مشروع بزنس يعني بحت متعلق بالحج والعمرة فصارت تحويلات مالية وكان معاه شاب تاني صومالي شاب مقيم هنا وبريطانيا يعني أبو عبد الرحمن شاب ما ليش علاقة بالإرهاب الطاقة نعف شخصيا السيدة ده أبو عبد الرحمن بل أنه أقرب حتى إلى السلفية مش شخص يعني بس السلطات السعودية تبهت للتحويلات المالية يعني مبالغ كبيرة جدا من الدولارات والأشخاص اللي كانت عمل معه هناك في المملكة والخلفيات طبعا الأشخاص هؤلاء نفسهم اعتقلتهم هناك وبقت قضية حتى كقضية حقوق إنسان خاصة قصة أبو عزام يعني إلى أن تم بعد تقريبا أربع خمس سنوات تم الإفراج عنها جد قصة فبراير ارجع هناك وأصبح قائد عسكري في طرابلس وهو جزء رئيسي من منظومة الجماعات الإسلامية الإرهابية والآن موجود في الجفرة بحيث أنهم يقدم الدعم وإلى خيره وبعون الله يعني كل هباء منتورة بإذن الله خاصة في الجفرة هذا التحالف أستاذ عمان بن عثمان فقط أضيف إليه ثلاثة أسماء أخرى المهدي البرغثي ما الذي يدعه مع هؤلاء أو يجتمع مع هؤلاء أو يهاجم الهلال النفطي مع هؤلاء وهل تعتقد أنه يقوم بذلك نيابة عن المجلس الرئاسي وعن رئيسه فايز السراج أو يقوم بذلك بصورة مستقلة عن رغبة المجلس الرئاسي كذلك أود أن أسألك عن إبراهيم الجدرهن رغم الهزيمة المتكررة وأيضا رغم طرده من الهلال النفطي رغم الفضائح التي أشيعت عليه أنه يستغل الشباب وهو يعيش أو يستثمر أمواله في الخارج أيضا فيما يتعلق بمصطفى الشركسي وخلفية العسكرية أيضا ما الذي يجعله ينتمي إلى هؤلاء لماذا يتحد كل هؤلاء لإزاحة الجيش على منطقة الهلال النفطي برأيك أشوف طبعا للأسف يعني للأسف التحاق البهدي البرغتي بهذه التشكيلات والمكورات الإرهابية أمر محزن ومفزع ضابط عقيد كان موجود في بنغازي هناك وكتيبة الدبابات وموجود وشاف قدامها هؤلاء الناس ما يشي يسووا يعني المشكلة المهدي البرغتي إيش هو اللي بجي تقدموه له على الإرهابيين هو شافهم قدامها يعني شفت يعني هو كان موجود هناك يعرف تماما إيش معنى كلمة إرهابيين وقتلوا ويعرفهم على حقيقتهم وحتى خلفياتهم السابقة اللي هي غير مسرفة يعني لما كانوا بلطجية وناس أشرار متاع الأحياة هذه جيد فمن هذا الباب المهدي البرغتي يعرف تماما ويدرك من هؤلاء الأشخاص اللي هو يتعامل معهم أنا في تقديري جزء منها أصبح الآن شخصي للأسف أصبحت عنده مشكلة شخصية مع شيء اسمها خليفة هفتر وهذه صعب جدا حلها القضايا هي تصبح وحيحاول دائما يعطيها طابع الوطن طابع سيادة الدولة طابع الشرعية طابع الحكومة طيب بس نبي نقولك نقطة هنا أنا عندي شك كبير جدا أن المهدي البرغتي مدعوم من الفرقاطة اللي هي المجلس الرئاسي كيف؟ وبالنسبة لفائز السراج يعني تعتقد أنا عندي شك كبير أنه مدعوم من المجلس الفرقاطة بمعنى تعتقد أنه يقوم بمعنى أنه يقوم الآن بهجوم على منطقة الهلال النفطي كتطوع كأمر شخصي وباستقلال تام عن المجلس الرئاسي بصفة عامة وعن فائز السراج بصفة خاصة هذا ما فهموا من حديثك الآن الشخص الوحيد اللي متهم مع البرغتي من المجلس الرئاسي هو العماري طيب ومصفة الشركسي؟ هذا أكثر شخص لابد التركيز عليه فقط مصفة الشركسي أيضا عقيد أعتقد أنه رتبته في الجيش لماذا يتحالف مع هؤلاء وهل تعتقد أنه اسم بالفعل ولا صورة يختفي خلفها أو تختفي خلفها التنظيمات الإرهابية يعني هو قائد عسكري ولا واجهة فقط لا هو الطرف معه من رسل عسكري يعني فهو الطرف هو اختار أنت تعرف أنه حتى يعني فيه عقدات تانية مثلا أو ضباط نعم يعني فيه لتارك حتى يعني خليك من أنه هو مثلا منشق على المؤسسة العسكرية القوات المسلحة الليبية هو منشق حتى على أهله فيه أكثر من أكثر من شخص هناك أنت لو تشوف مثلا تتابع حركة المهدي البرغتي والمكتب التاعه هناك والناس اللي ترد عليه وبعض الضباط بين قسين عقداء عرفت؟ عقداء كتير جدا هناك تستغرب أن هؤلاء يعني شن قاعدين يسووا هناك بحيث أن هدفهم يبقى يكونوا مؤسسة عسكرية تكون موازية ومضادة تماما للقوات المسلحة الليبية والقيادة العامة في الرجمة هو هذا الهدف الرئيسي هذا هو الهدف الرئيسي هو هذا اللي أحكيته لك الآن شغل يعني غير عادي يبقى يحاولوا أن هم يكونوه الآن لكن المهدي فشل لأن أغلب الناس اللي حاول يجذبها حول الأفراد اللي على الأرض ما نضموا لاش وأصبح الآن أغلبهم تركيزهم على الحرس الرئاسي مش عاوزين ينضموا تحت جيش بين قسين ونقول جيش المهدي البرغتي إذا كان المجلس الرئاسي غير موافق يعني حتى مشكون الصورة عندك واضحة إذا كان المجلس الرئاسي غير موافق الكثير يسأل أو يستغرب الآن عندما تقول أنه يتصرف بعزلة عن قرار المجلس الرئاسي وربما أيضا تقول أنه فيه مشكلة شخصية يعني هي التي تحرك أو تدفع بهذا الرجل المهدي البرغتي لاتخاذ هذه المواقف الحادة والتحالف مع الإرهاب طيب لكن المجلس الرئاسي لماذا يصمت على سلوك وزير دفاعه؟ في النهاية السيارات التي تتحرك تتحرك عليها شعار حكومة الوفاق إذا كانوا غير رذين لماذا لا يقلوه على سبيل المثال؟ هو يتمنتك بسألتني السؤال هذا بصراحة لأن عندك ناس قاعدين في بنغازي عسكريين يقدمون في التمام هناك القوة العمومية متحم ويطلبوا في الرواتب العناصر الموجودة متحم هناك وسط بنغازي فهمت معنى كلامي ألا؟ لا لا لم أفهم هي معلومة خطيرة إن كانت الآن عندما تقول هذه المعلومات هي معلومات خطيرة للغاية ولكنها أيضا غير واضحة عندما تتحدث أن هناك عناصر في كتائب الآن في بنغازي تابعا للمهد البرغثي نعم يستلم حتى في القوة العمومية هناك تبحهم وآخر آخر طلب جاه كان السيد اللي بعت له الضابط اللي بعت له القوة العمومية تبعة هناك تحت إمرتا في بنغازي أنها هي حوالي 340 شخص طلب 341 شخص يعني هو يحاول أن يعد ميليشيا بالأسماء يعني هو يحاول أن يعد ميليشيا يمولها بالمال داخل يعني الأراضي أو المناطق التي تسيطر عليها القوات المسلحة هذا ما فهمه من حديث كلان طيب فيما يتعلق ب إبراهيم الجدران وباختصار شديد كنا نتوقع أنه انتهى بعد أن لقنه الجيش أكثر من مرة دروسا قاسية لماذا يصر هذا الاسم مرة أخرى على توريط نفسه في هذه الحرب شوف بالنسبة للموضوع اللي ترتبولك لأنه مش كل شيء لازم يطلع لكنني سمح أن شرط وثيقة خاصة جدا عملها المهدي البرغتي وعاطفها سلفة لشخص مليون هذه هي بداية الوطايق ملف الكامل للشخص اللي يقدم في التمام العسكري للمهدي البرغتي موسط بنغازي وال341 اسم اللي عندها نعم انشرت لوطيقة خاصة من طاولة المهدي البرغتي جبتها بنعلم المكتبة الغادي في ترابلس طيب يعني مش كلام مرسل الجدران النقطة الثانية النقطة الثانية لما نجيز لدران قبلها بنكلم المهدي لازال لان عنده الان عنده اتصال بمكونات اجتماعية في جدابيا مهم فهي القصة كلها متعلقة بالمؤسسة العسكرية ان هذه الناس لازم اذا تحركت الظروف وتحرك الوضع يجب ان يظهروا بصوت واضح انهم معارضين للقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية حتى يظهر ان لا يوجد انسجام ولا يوجد ضبط وربط ولا يوجد اصلا مؤسسة عسكرية وان الناس الناس هذه رافضة فنازال هناك مع التصال بهم ايضا يحاول الاتصال بعض اطراف كانوا موجودين في الحقول النفطية مش المواني في الحقول واخدوا مننا حتى اموال يعني اسماهم عندي بالتفصيل كلهم وكل واحد شنستلم وبعضهم لما صارت اخر عملية لما الجيش اضربهم في الجفرة اخر عملية حاولوا ديرها انقلبوا عليه بس اخدوا مننا فلوس مش عارف البلغ والقيادة العامة ولا بس هما استلموا مننا ما بالغ نعرفها قداش يعني فبنوريك ليش المهدي قاعد موجود هناك الناس يتصور ان هو مجرد يشتغل على الجفرة ويكلم في زياد بلعم والله يجلس مع الفلاح لا الراجل مادح باله وقاعد يتصل ونيه يعني طارح نفسها انني قاعد نقدر نربط بين برقة وكل النجاحات اللي تحقت هناك خاصة في المجال الامني والعسكري وما بين الازمة اللي قاعد تعاني فيها الغرب الليبي يعني فحتى نقدر تبتلكم ان لأ برقة مازال عندنا فيها القوة مازال تابعتنا وعندنا فيها أفراد وعندنا ناس وأيضا عندي في الحقوق النفطية وعندي كذا 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 قبل ان انتقل الى الجدران جزية مهمة الآن تقدر تعطيني اسماء الناس اللي تواصل معهم في جدابيا أو اسم الشخص اللي يعطي في التمام للمهدي البرغثي في بنغازي حتى يعرف الجيش من عدوه ويتخذ ضده الإجراءات اللازمة وناس كذلك تريد أن تعرف من هؤلاء أنا زعلت منك الآن زعلتني منك يا أخي أحمد والله ليش يا سيد نومان يعني انت بتصور معلومة بهذه الخطورة لدى القائد العام ولدى القوات المسلحة ومش ضروري نتطلع للألام بطبيعة الحال بالعودة الى إبراهيم الجدران كيف تفهم استمرار لا 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 القوات مسلحة فضل لا لا لحظة لا قصة قوات مسلحة هي القائد العام المعلومات زيادية سلمتها للقائد العام قائد السلحة الإيبية وغيرها كثير أي معلومة خطيرة من هذا النوع تمشي طول بخط مباشر بدون أي وسيط حتى مثلا بحب نوضح نقطة لغاية في نفسي العلاقة Bria المهمة ما فيهاش وسيط يعني ما فيش حد يعني هو عرفني على المشير خليفة هفتر لما كان لواء ولا في حد عرف المشير عليها حتى بس لبعض الحرفيش اللي يدوره في الشارع يعني ما فيش وسيط يعني العلاقة مباشرة والجيش يقذ جميل جدا أن تقول الآن أن الجيش يقذ ويملك هذه المعلومات أنه ليس مخترق أنه يتعامل معها بحرفية وأن تقول أنه كل هذه المعلومات قد زودت بها القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة هفتر طيب في جزئيتين لم تجبني عليهما فيما يتعلق بإبراهيم الجدران وأيضا فيما يتعلق بالمجلس الرئاسي طيب إذا كان غير موافق على هذا النهج الذي ينتهجه المهدي البرغثي لماذا يغطيه سياسيا ويبقي على صفته كمفوض بوزارة الدفاع أول شيء الغطاء السياسي ليش؟ لأن هذه هي طعف لنا ترتيبات أنت المجلس الرئاسي نعم عندك السيد علي قطراني يعني مقاطع نهائيا وهذا مسبب فيه خلال كبير جدا لتيجة الكتلة أو على الأقل نقول المكونات التي يمثلها أو تعتبر أن السيد علي قطراني هو صوتها في المجلس الرئاسي فهو مقاطع هذا خلل غير عادي صعب تجاوزها النقطة الثانية عندك السيد أعمار لسود نفس الشيء رافض لعند الآن أن يضع نفسه في سياق ما يسمح لاش أنه يكون بالطريقة اللي يرضاها لنفسها يعني وأيضا علاقاته والبعض المكونات اللي هو ينتمي لها جيد فالمجلس يريد يعني أدوات كمكونات السياسة إنه هو متركب بالطريقة دي مش كلهم يعني مش عمل شخص معك في التفاصيل لكن تعرف أنت في شخصين في المجلس الرئاسي الآن تصور يتعاملوا مع بعضهم كل واحد مكون عنده عنده مندوب يعني مثلا بنقول لك الآن أن السراج ومعتيق ما فيش حكم ما فيش علاقة مباشرة في مندوب على السراج وفي مندوب على المعتيق هم اللي يحكم مع بعضهم صدق ولا تصدق طيب غريب في المجلس الرئاسي بالعكس الكثير يرى أنه الأكثر قربة للسراج وأيضا يتحدث عن حميمية العلاقة بين السراج ومعتيق لدرجة أنه في من وصف معتيق بأنه ظل السراج في كل صورة للسراج يظهر فيها معتيق أنا غير معني بالكثير عرفت؟ طيب أنا معني بالمعلومات أنا معني بالمعلومات بالمعلومات مش بالكثير وحنا معاهم في طرابلس يعني بالخطوة حنا معاهم في أسطر من اللي يمشي حنا معاه شاء من شاء وأبا من أبا ما يقدر حد يمنعنا من ممارسة دورنا الوطني في كده ولا ننتظر في إذن من أحد أصلا إطلاقا هذه نبي كل واحد دنيا يطلحها من رأسها المسألة هي مش حننتظر أي واحد في أي شيء يتعلق بليبيا رجاء رجاء كل واحد يطلحها من رأسها ويحطها كويس قدامها يعني في علاقة متوترة وليه يتحول لعدو ويتفضل في علاقة متوترة لكن يكون راجل بس في علاقة متوترة تقول بين أحمد معتيق وفايز السراج تحديدا لا ليس كذلك متوترة جدا 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 والسبب وطني لأن في أسليب السبب خلاف وطني لا أستطيع أن ندخل معك في السبب خلاف وطني برأيك ولا صفقات لأن أيضا من يتصدر المشهد الآن أحمد معتيق حتى عندما أعلن عن الميزانية التي سيقترضها أو سيأخذها من المصرف المركزي في طرابلس هو دائما متصدر المشهد هو دائما في الواجهة الخلاف من هذه الزاوية برأيك لا هي فيه الأحمد معتيق يشعر يشعر أنه يشعر أنه ملك ليبيا أن أفروض الليبيين يحطوه ملك ليبيا وهذه من كوارث اللي حلت علينا الآن سموها التورة فرنسية سموها تورة فبراسل ما مشيت ما تقول ليش أنه كده كيف أنك أنت شخص غير مؤهل إطلاقا إطلاقا غير مؤهل إطلاقا بمعنى الكلمة أنك أنت تحطه في موقع زياداي في أخطر مرحلة من مرحل الصراع في ليبيا والبلد يعني مفكك وانت تتلم فيه بقطعة قطعة تضع لي شخص ما عنداش فراسة إلا كيف أنه يقدر يستفيد ماليا ويبي حقق إنجازات لعلمك على حساب عائلات أخرى في مصراتها أو لعلمك خود التفصيل أنا نتكلم معاك بشكل أمني الآن مش سياسة تنافس عائلي نحن نعلمين ضحايا لهذه الطموحات أستاذ نعمان بن عثمان منذ قليل تحدثنا أو سألتك تحديدا عن إسماعيل الصلابي طيب ماذا عن شقيقه الأكبر الدكتور علي الصلابي أحد منظري جماعة الإخوان المسلمين من العاصمة القطرية الدوحة هو دائما يطرح في مبادرات ثالث يدعو إلى انتخابات مبكرة كحل للأزمة في البلاد ثالث أخرى يدعو إلى حوار في الجزائر في قسطنطينا تحديدا فيما يتعلق بالدعوة الثالثة التي دائما يواجهها هو وبعض المحسوبين على تيار الإسلام السياسي ولم يفهم إلى الآن مغزاها تجددت حتى في ذكرى الاستقلال قبل أيام في الرابع والعشرين من ديسمبر هي العودة إلى الملكية برأيك أيضا لماذا يحاول تيار الإسلام السياسي التمسح بالملكية الدستورية أستاذ نعمان شوف هذا أذكرت لك هذه هي من مصادر القوة عند تيارات هذه التنظيمات السرية التي تسمي في نفسها التيارات الإسلامية بدون أي استثناء كلها أنا عندي القصة كالتالي أول ما تكون جماعة إسلامية تسميها جماعة إسلامية وتضع شخص تقول هذا الأمير وعلاقتنا به بيعة خلاص تخش عن رف عندنا ملف أمني نعتبره ما معنى بيك قضايا تانية طبعا دستوريا الشعب هو اللي قرر ما شاني دستوريا لكنني اللي مستغرب أنا كيف مش من حقي نطرح الكلام هذا ونقول لك أن هذا تشكل خطر على المجتمع أنت ومدخني شريش صاير في العراق والله في نيكاراقوة والله في الجزائر والله في تونس والله كده أنت تبعها برغادي ننكلم فيك عن ليبيا الآن لكن أنا ما جاتش أخذت سلاحه وقلتني بنصفهم كلهم والله بفجرهم زمان ممكن لكن الآن ما كلنا نحكو ديمقراطية وسياسة ومكياطات كلنا السؤال كالتالي القصة هدية ما فهمتهاش لشان علاقة الوضع اللي احنا فيه الآن بالدولة المدنية والديمقراطية والصندوق هذا اللي حطوا فيه في برقة سموا فيه انتخابات وكده بأنك انت جايب شخص في دار ومسمينا الأمير وعطينا بيعة وبعد أربع أيام يمضي العليف فتاوى أكتل فلان هادي لا يجوز عرق له كده اعمله مش عارف شنية أخوضوا فلوس من لي بيعطوهم لإخوان أنا مش عارف في كده هادي هي الأشكالية الحركات الإسلامية بعدين تسخن الأمور تقيم طلع للقروب مسمين مجاهدين ويبدأ القتل امتحهم كلها قتلهم هم في الجنة بل وقتلهم هنا في النار ما الذي يحاول أو ما هي اللعبة التي يحاول أن يلعبها الآن شين الفيلة تحديدا دكتور علي الصلابي تعتقد أنه بالفعل يحاول أن يطرح مبادرات للخروج من الأزمة أو هي فقط مناورات من تيار الإسلام السياسي خوفا من فقدانهم لنصيب الأسد الذي نالوه وفقا لهذا الاتفاق السياسي المتعثر أو الفاشل الآن أستاذ نعمان بن عثمه هو أول شيء اللي نطرح الموضوع هو مش حتى ما نقعدوش مورطف بعضنا كشعب ليبي بصراحة نكون صريحين من غير لف دورانك هو أنت الشعب الليبي الآن هل موافق على وجود أحزاب هدية متاع الجماعات الإسلامية وإلا لا هذه هي عندنا النقطة أنت الشعب ما تورطهاش فراسينين أنا موقفي واضح ونعرف كيف نتعامل معاهم وغيرهم لكن أنت أنت كالليبي الآن تول تشوف فيها في التلفزيون وتنظر مقعمز ومتكي ومدرك حاجة وتطعطي في النصائح وفي الأفكار والنظريات بعدين في الليل نجاك متفلس وأنت علماني ولبرالي مش عارف ايه لكن أنت أول واحد متسلل في جنح الظلام لمبادرات الصلابي وغيرها وكل الإرهابين أصلا مرات هذه هي الحركة المش كويسة وعيب وفي شمت النقطة هذا هو النقاش الحقيقي ولازم يكون على الطاولة إذا كان الشعب الليبي قال احنا كشعب ليبيا بأغلبيتنا موافقين ونؤيد هذه التجربة ونبه جماعة الإخواء المسلمين حزب سياسي في ليبيا والجماعة المقاتلة حزب سياسي وممكن حتى القاعدة حزب سياسي هذا مش موضوعنا أمام العتمان رفت وين هذه تهمني أنا ينبي السياسيين واللي عندهم مصالح معاهم واللي عندهم مصالح مع دول معاينة معاهم يا أخوانا أخوانا ما يقوم به ما يقوم به الدكتور علي صلابي هو محاولة لخروج أو إخراج التيارات السياسية الدينية التي تقول الآن أن الشعب الليبي يرفضها وأيضا تدعو الشعب الليبي للاستفتاء رأيه حولها إلى الخروج من عنق الزجاجة أو هذا المأزق الكبير الذي تعيشه في البلاد الآن تعتقد أن هذه الجماعات تتحسس الخطر تتخوف من حصول أو تكرار النموذج المصري وهو الزج بهذه التيارات إلى غياه السجون هم يتخوفون من هذه النهاية في ليبيا لذلك الآن إما يدعونا إلى انتخابات مبكرة أو يدعونا إلى العودة إلى الملكية تحديدا أنا معلاش أسمح لي أخي أحمد وهذا الصوت بس بلاي خلينا نكمل الفكرة حتى بنوضح صورة بوضوح يعني يعني أنا حاولت نشفرها لكن إليك خلينا نحكي بضوح الآن أنا جلست كان عندي لقائم على الكنديين رسميين وجوزهم منهم أمنيين يعني متأمن جيد وين القصة هي وهذه متكررة لكن هذا آخر شيء آخر رقاء قاعد رفس رستوان أتكرر أن المجتمع الليبي ما عنداش مشكلة مع الإسلام السياسي القوة السياسية الأخرى حتى أبو علمانيا دائما بتاع الكنتير هذا اللي قاعد يبزعك في مصر في فلوس المشاعر اللي نجيبهم صعليك هادو اللي كان يسميه معمر الكلاب الضالة ما عنده مش مشكلة لأنهم يتكلموا طرف غربي ركز عليها بس يعني لسانهم رطب مش متشدد مع الداخل أو لو نبي دعم من قطر مثلا أنا علماني أبو علماني لكن نبي قطر تدعمني مثلا ومنحقها بقضية دعمه شخص ده من جلست منحها يا دولة عندها مصالح يعني لكن يهمني في الليبي أبو علماني أبو لبرالية أبو فواتير من رئاس لاركان هيك كبرى ملف هيك كبرى هيك كبرى ملف بالملي بالملي من يطالع يعني قطر لا تدعم كل شيء فوق تهينفتح قطر قطر لا تدعم طيب ستعلن عليه في الفيسبوك أعلن عليه اليوم أستاذ نعمان عبر برنامج الحدث من تقصد قطر لا تدعم فقط أحزاب سياسية دينية أو الإخوان المسلمين تدعم في بعض الجهات الليبرالية أو المدنية في ليبيا من هؤلاء لا أبعدك تبعد في غلاة العلمانيين اللي الدين ما يعيني شيء أصلا تقدر تعطيني اسم لكن هما سقاط عليها لأنه هما الكاش لما يجي لفلوس لما يجي لفلوس هذا ليبيا هو يستمر المشروع متاعه وليبيا وحرية ومسلمين لكن لما يجيه عمليا إذن رح يتكلم بالعقلانية ونحن والعمل السياسي والإخوان وأنتم بالحق وكذا ليش قلت لك كلام هداي اتصور في الغرب هذا آخر اللقاء بجيبك لها قصة اللقاء مع الكنديين عاطين من انطباع أن من يسعر هذه الحرب هما اتنين العبد الفقير الله العمان بن عطمان والقوات المسلحة الليبية بقياة خليفة حفتر هادو سبع الليبيين معدلش هي مشكلة مع جماعة الإسلامية حتى الخلاف هو مزرد سياسي وليه قالوا هالي باللفظ نقول هالك يسمحها هاكذا أن خليفة حفتر لا يؤمن إلا بقتل كل الإسلاميين واحد قال لي بيمسحهم نعنوش الأرض مسلح ولا مش مسلح خلينا في نهاية السنة هدية نطرحها للشعب الليبي وننصح صراحة المشير على الهواء والجيس الليبي بالدات لا هذا أمر خطيئ جدا ما ليش علاقة الجيس الليبي الجيس الليبي نقول لهم الجيس الليبي أنت رفع سلاح اليوم اللي غضوة جايك نعم جايك رفع سلاح ومداي ريافطة وخرقة ومسميها مش عارف شنية سمي حط اسطنبات على قد بتاعي على السيارة الجيس الليبي معني بملف الدفاع اللي هو من منظومة الأمن القومي الليبي لكن أن تقعد أنت كلكم بتكلموا بتكلموا بلغة بتحمل كمش مسئولية وبعدين تحطوا في القضية أن نراه مشكلة الإسلاميين والتوتر لصاير في المجتمع الليبي وأن ليش هم مش قديد من ندمجوهم في العملية السياسية وخليفها هفتر وإلا واحد تاني حرض عليهم هذا قسم من بالله اللي صار ونحكي تخدموا الله خير آخر اللقاء كان مع كنديين 2016 أستاذ نعمان بن عثمان وهذا قمة التضليل 2016 أستاذ نعمان بن عثمان محليا في ليبيا لو أردت منك أن تضع عنوانا لهذا العام ما هو هذا العنوان وأيضا كيف تقيم دور القوات المسلحة في هذا العام وأيضا كيف تقيم درجة خطورة الجماعات الإرهابية تعتقد أنه انكمشت أم أن قدرتها على التمدد صارت أكبر وأن الخطر لازلت تتحسسه منها شوف من أهم مويزات العام 2016 منقدر نقول لك برقة بفضل الله تحررت الحمد لله خلاص إلا كان حد يقدر يدير فتن لكن برقة تحررت خلاص بكل معنى الكلمة فالآن المسئولية كلها علي أهالي برقة المدن هناك القبائل السكان يريد أن يشوفها لكن خلاص أنه كيف يحافظوا الحرية كيف يحافظوا على إرادتهم كيف يصنعوا المعجزة في كل مدينة هناك وكل قرية في برقة تثبت أنها هي فعلا تسعى إلى مشروع وطني ليبي وأن فعلا الحياة المدنية والدولة المدنية لأنها كسرت تقريبا كل الأغلال والقيود اللي قاعدة كانت توحيط بهم فبرقة الآن تقدر تلاحظها بكل وضوح قدامك وفي قلبها بنغازي يعني الإشعاع كلها شايف من بنغازي أصلا هذه مسألة واضحة جدا وبنغازي فيها مجتمع مدني قوي جدا جدا لو تم الاستثمار فيه وسمح له بالنهوض فهى مجتمع مدني غير عادي بكل معنى الكلمة وكل شباب ومش معنيين بقصة السياسة ولا كلا منقول فيه نيه ولا غيري هم يبقوا مستقبل طيب 2016 هذا شيء رائع جدا وإنجاز رهيب لليبيا كلها تقييمك لدرجة خطورة التنظيمات الإرهابية الموضوع الثاني تمددت ولن كمشت في 2016 كذلك وأيضا أفسح لك المجال للموضوع الثاني أستاذ نعمان تفضل الجماعات الإرهابية أخي الكريم ما نقول لك راب صراحة أنا شخصيا هيك حتى نكون معاك صريح ما بيش اللف وندور يعني الاستراتيجية اللي وضعينها باد دردر اللي بيين بيقات الإرهابيين وفي أي مكان في العالم ما نيفشرتهم مع قصة من انتهية يعني معركة عن الإرهاب ليست في ليبيا فقط يعني وخارب بيتهم من مش عارف وين لعن جورجيا وصل للمغادي وصلت راهم لعن جورجيا ما فيش راسي راسهم مش حنسيبهم بإذن الله لكن في ليبيا أنا حسباتي أننا نحتاج ونضع استراتيجية عشر سنوات وهي نستمر بنفس الإنجازات اللي قاعدة تتحقق الآن جيد بغض النظر على الخلافات السياسية اللي بيننا مثلا الوضع الآلي ممكن يمشوا فيه الوحدات البنيان المرصوص أو الأخوة في مصراتها كده لكن هزيمة وسحق داعش في سرة إنجاز من إنجازات 2016 وهو بالضبط من ناحية الأمنية أضعه مع السحق المتواصل لتنظيف بنغازي من كل بؤر الإرهاب بنغازي كانت محتلة من الإرهابيين قبل انطلاق عملية الكرامة فيها في البعطاس مدينة احتلها الإرهابيين وحاولوا يسربوا أهلها إرادتهم لكن بفضل الله سبحانه وتعالى خسئوا وفشلوا والآن يطعايتوا ويقولوا إحنا مش عارف إنسانيين وقصة نبه ممر آمن وعائلات مش عارف وين وعائلات جنفودة وكذا وكل الكلام الفارغ ونحن نعلم تماما مستحيل 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 يقينا أن خليفة حفتر يعطي أمر لواحد يقول له أقل المدنيين ولا أضرب العائلات ولا دمر ولا سلاح الجو الليبي أنه ممكن يعطي أمر أنا مش عارف فيه حاجات هل يصح لنقولها وإلا لا يعني لو نقول لك حاجة الآن انت حتصعق وتو بنجاوز هكذا بنقولها من رأسي يعني يعني مش عارف أمنيا هل نقدر المفروض نقولها وإلا لكن خلينا نقول لك قصة ما تعرف هاش في عملية الشروق لما جاءت ميليشيات من مصراتة وداروا مش عارفة هلا بيلا ودخلوا قال لك بنحرروا المواني النفطية وبنحتلوها هذاك الوقت كان الصعلوك الجدران هو اللي ماسك البلتج هذا ماسك المنطقة صح؟ صحيح ومجه سهامة ضد القوات المسلحة الليبية ويسب ويسب في الجيش ويشتم لدرجة أنهم لأسف هذا الأخر اسمه الحاسي كان ناطق متاع المنشآت قبل تحهم اطلع نعم عليه الحاسي ونفع حقيقة تابتة تماما الغارات اللي شنتها القوات المسلحة الليبية الطيران الجوي السلاح الجوي الليبي على ميليشيات الشروق لمنحهم من التقدم وسحق مجموعة جدران هذي مسألة يقينية تابتة جيد وطلعوا في المساة ونطلع وأنكروا وقال لا والله ما هي اشتهرت القصة فقالوا ما فيش ما فيش قوات ما في حد ضرب لا لا ما فيش كده هذه مرة يقولوا قام بكل أسريب التضليل الإعلامي نعم الناطق المتحم هذا الحاسي وطلع فشل اسمه نعم علي الحاسي صحيح بهذه ينفي مشاركة سلاح دعونا نقول لكم النقطة التي نقولها الآن سمعني فضل كتيبة الحلبوس كان عندها تواجد كبير جدا في العملية هذه وهي الآن حقيقة من الكتابة نحن ندعو للحوار معها يعني تعفض كلها من الصلاة وفيها ناس كثير عقلنيين ويأخذوا وقوي جدا للحوار معهم لكن في عملية الشروق وهم منسحبيين كانوا في مرمى طيران سلاح الجو الليبي والرتل الموجود امتحم تقريبا كان متجاوز حتى المية ثيارة وما عندهم اي حماية او مضادات من هجمات سلاح الجو الليبي ضدهم المنطق يقول ان هؤلاء قاعدة في معركة بقاكلين مش مدنيين اهم فاني فرصة ويجييني من اخر الدنيا هذه فرصة الآن لسحقهم وكسر ظهرهم صحيح او لم الصح اكيد صحيح العميد العميد محمد المنفور بشكل فردي ومتهور امر غرفة عمليات سلاح الجر امر لضرب هم من ساحبين تصور قسما بالله العظيم زي ما احكي لك الله هي معلومة للتاريخ اول مرة معلومة للتاريخ صحيح هي معلومة للتاريخ بس اول مرة اي ما يعرفها حد هدية صحيح عبر برنامج الحدث الان تكشف هذه المعلومة طيب وتحمل مسؤولي استاذ نعمان استاذ نعمان بن عثمان اخيرا اخيرا فقط يعني شنو توقع وبعدين ناس حاولت ناس حاولت تلوهمها من الأول قالوا لا غرف معني بس أنا كيف انا يعني ش اللي قاعد دير فيها داي هذي قوة ميليشيات مقاتلة كان ينظر النظرة لا مدام رجعوا وردين عدوانهم لا نريد ان نعزز في نفوسنا وفي جيشنا البطل قتل الليبيين وسبحان الله الآن جالس معاك أنا هنا ونتكلم بنوع من الأمل والإيجابية مع المقاتلين في كتيبة الحلبوس طيب أستاذ نعمان بن عثمان هذا الجيش الليبي هذا هو الجيش الليبي أسألك كذلك عن الجيش الليبي في الغرب الموجود الآن على تخوم طرابلس التي تغلي الآن نتيجة ما ترتكبه الميليشيات المتطرفة هناك من إرهاب واعتداءات على المدنيين بداية هل تتوقع انتفاضة لأهل مدينة طرابلس هل تعول على أي انتفاضة داخلية ضد سلطة الميليشيات الإرهابية أو ضد سلطة هتين الحكومتين المتنافستين هناك وأيضا هل تتوقع أن الجيش الآن أو لديك ثقة في قدرة الجيش الآن على حسم الأمور لصالحه هناك في الغرب بمعنى أن الجيش في المنطقة الغربية منظم التابع للقيادة العامة وله القدرة على حسم الصراع لصالحه هناك كما حسمه هنا في برقة لو سمحت خلينا أشرح لك المسألة لأنها حساسة مهمة جداً أولاً موضوع طرابلس هو موضوع دولي ليبي أولاً دولي بامتياز غصباً عننا يعني مشاناً ما بينا قصة انتفاضة في طرابلس غير موجودة الآن ما فيش انتفاضة في طرابلس وما فيش حد يعني لا يهيئ لها ولا يشتغلها ولا كذا نسبة التأييد للقوات المسلحة الليبية بقيدتها العامة في طرابلس أكثر بكثير جداً مما يتصور أكثر جهاز مخابرات في العالم أو محلل سياسي أنا يعني ما أقول نسبة الاستعداد والجاهزية لتأييد القوات المسلحة الليبية اللي كنت نحكي عليها اللي زي ما قلت لك أنا في عاقدتها عدم قتل الليبيين القوات المسلحة الليبية لا تقتل الليبيين القوات المسلحة الليبية تهاجم خارجين على القانون يشكلوا تشكيلات عصبية سواء كانت ميليشيات محلية أو ذات أيديولوجيا إرهابية قوات مسلحة لا تقتل الليبيين أبداً ولذلك الناس حست الأمر شاعرين بيه في طرابلس وينطدروا متى يتم رفع الظلم والقمع والقهر الذي تمارسه ميليشيات من كل حجب وصوب داخل مدينة طرابلس وين نقطة المهمة هنا في دعاية سوداء يروج لها البعض اللي قاعد يقول فيها نفس الشيء أنه ما يقولوش الجيش ما يقولو خليفة حفتر جايكم وما يعرفش اللي القتل والقصف والتدمير وهذا كلام باطل مية في المية لا توجد أي نواية عند القوات المسلحة الليبية ولا القيادة العامة اللي هي مجرد خلق حروب وصراعات ضد الليبيين من هذا النوع والجيش الليبي نجح في أكتر ممرة بس الموضوع قسير ما يسمحش نحكو على الخطط العسكرية وحفتر أيضا وسلاح الطيران الليبي أكتر من مرة استخدموا أسلوب المقاربة الغير مباشرة من العدو أو الخصم لخلق الضرف اللي هم عاوزين أكتر من مرة حدث هدية أو أحيانا للتمويه وحفتر فنان جدا فائل المسأل هدية فقصة أن حفتر جايكم وجيش وضرب وقصف وهاوزر وطرابلس وتتدمر هذا كل كلام فارغ من سيدمر طرابلس هم الميليشيات من سيدمر طرابلس هم هؤلاء الجردان الخونا اللي يتمسحوا بشعارات لا علاقة لهم بها من سيدمر طرابلس هم المتمسكين بها الآن وماسكينها رهينة وحارمين أعلى وأرقى عائلات طرابلس وأبنائها وبناتها من أن يعبروا عن رأيهم بحرية اللي ماسكينها رهينة حتى يستمروا في ابتزاز الدولة وابتزاز العالم وأن يريدوا إسقاط جميع القضايا القانونية ضدهم لعلمك وهذا الكلام اسمعت مباشرة بأدني منهم محملين القصة لهفتر والجيش الليبي وكذا بكل كلام تجيل الميليشيات هذه ماسكة رابلس أسيرة وأغلبهم مجرمين لا علاقة لهم لا بالدين لا بالأخلاق لا بالقيم لا بالعروبة لا بالليبيا لا بالوطن ولا بأي طرف لكن يملكوا السلاح ويملكوا الجرعة على قتل الإنسان الليبي ويملكوا الجرعة على اغتصاب المرأة الليبية شفتوها قدامكم القصة السادية يملكوا الجرعة على خطف الناس ورمهمهم في الشوارع مع الفجر بعد قتلهم هؤلاء هم اللي مدمرين طرابلس وهؤلاء هم اللي مانعين طرابلس أن هي تخرج في 24 ساعة وتقول كلمتها كيف يمكن تخليص طرابلس كيف يمكن تحرير كيف يمكن تحرير طرابلس من براثني هؤلاء المجرمين والإرهابيين برأيك وهل تعتقد أن الجيش القادر على حسم الصراع طالما أنه تتحدث أن الحاضنة الشعبية هي متوفرة هناك الداعمة للقوات المسلحة نحن جميعا نتمنى أن لا يحدث قتال في أي منطقة ليبية لأننا نحن كثير يتصوروا أن الزحف أو شيء مما تصرينا فيه زحف يعني بمعنى لأننا في ناس بعض الناس عندهم من الخبط سبحان الله يعني ما الله به عليم يعني لا يتورعوا عن استخدام أسوأ أسليب الفتنة لحماية أنفسهم ومصالحهم والتشويش على قوات المسلحة الليبية بدأت استعمال قصة شراقة وغرابة وأن الشرق جيد يحتلوكم يعني تعرف هذا أدنى أدنى يعني صور المواطنة أو الإنساني يعني نصورها أدنى صورة ممكن يصلها الإنسان الليبي عندما ينزل في دركات هذا الأسلوب الجاهلي العفن الرخيص أتحدث عن الجيش بقيادة السيد الدريس مادي العميد الدريس مادي هناك أتحدث عن الجيش الموجود الآن على تخوم المنطقة الغربية على تخوم ترابلس في المنطقة الغربية أتحدث عن الجيش طبعاً يعني العاقل لما يقعب يجب أن يفكر يجب أن يرهم المسألة كيف تتم ليس بالطريقة هدية النقطة الأولى في الموضوع عليه شخصياً النقطة الأولى أي عملية عسكرية في طرابلس لابد النقطة رقم واحد أن يتحمل مسؤوليتها بشكل مباشر البرلمان الليبي المنتخب بقيادة السيد المستشار عقيلة صالح مسألة في غاية الهمية لأنه قلت لك معركة طرابلس معركة دولية لازم تحملها البرلمان ويعطيها الغطاء الشرعي النقطة الثانية أي عمل عسكري أي عمل إن شاء الله حتى واحد يرمي بلوكة انتفاضة بدون أوامر أو توشيهات من القيادة العامة القوات المسلحة الليبي هو حر الإنسان طيب لكن ما تنسباش لمشروع دولة ومؤسسات ومشروع وطن قاعد يبنى وقاعد يزحف كل شهر ويحقق في إنجازات باختصار فيما يتعلق بالمجلس العسكري كيف برأيك يتعايش مع هذا الكم الكبير من الميليشيات في طرابلس كيف يتمكن من اتخاذ القرارات وهو الآن قريب جدا من الحصول على ميزانية حديث عن 37 مليار رغم رفضه من البرلمان سوف يحصل عليها من المصرف المركزي في طرابلس كيف يمكن للمجلس الرئاسي لغم هذه الوضعية الخطيرة أن يستمر هناك هو غر الصوت عملنا مشكلة والوقل تعرف قصة الميزانية حتى نسرح الناس تعرف لو لست ميزانية في ليبيا من لي حينتصر ما بس بشرط واحد أن تتكسم بالعدل وتذهب الحصص التي تتعلق ببرقة بإمكانها ولكل القطاعات التي فيها قطاع الدفاع القوات المسلحة الصحة التعليم الكهرباء الخدمات سوف تنتهي معركة ليبيا في أشهر رغم أن هذا عمل غير شرعي ميزانية يعني ميزانية ليبيا لابد يوافق عليها ببرلمان ليبيا الموجود في طبرق غير ذلك هو عمل غير شرعي وتجاوز خطير وانتهاك للسيادة الليبية هذا من ناحية اللي نؤمن بها نعم بس عمليا عمليا لو سيلوا ميزانية ووزعوها على كل مدن ليبيا بس أنا اللي يهمني أن تصل أموال هذه لبرقه بس ولذلك أنا متأكد بس حياتها الميزانية هذه أنا متأكد لأن اللي نعرفهم يفكروا زي شيطين لبره هذا نعم من نفس العقلية عندنا طيب مستحيل طيب الميزانية المطروحة ليس صح مفيش تسبعة وثتي كده الميزانية المطروحة لأن هذا عمل غير شرعي وفيه تجاوز لإرادة اللي بي سيدتهم طيب هي 8 مليار 8 مليار دينار ولديها الميزانية معقتة طيب لديها 4 دقائق وأقل فقط يا أستاذ نعمان بن عثمان وفيه ربما أحداث حدثت في عام 2016 هامة للغاية على سبيل المثال اختطاف الطائرة الليبية هي أول مرة في التاريخ الليبي تمر بناء حادثة من هذا النوع كيف رأيتها خاصة وأنها نسبت لأنصار النظام السابق لحزب للمرة الأولى يعلن عليه يسمى الفاتح الجديد كيف رأيت هذه الحادثة شوف أول شيء عملية خلنا نكون معك سريحة أنا نحب نحكي بوضوح هذا الأسلوب هداية بيه لازم مش حنوافقه عليه ولعلمك أي واحد بيزايد يعني يمسي يدرب رأسها في الحيط لأن كلام هداية مع المشير في مكتبة مفيش حال اسمها مزايدة عن نظام السابق مفيش حال اسمها مزايدة بتطلع بتموت بجنة حفستين داهية مقلت لك شنرف عكلا شون كوف لكن القضية أنك أنت تطلع يحمي فيك الطيران متاع ساركوزي تقعديني ستة سنين تسبلي في قبائل ليبيا وتسب فين نصر أنت شتعرف عليها من قعمز غادي في زنقة مش عارف وين شتعرف عليها أنت بالوليد شتب من أنت أصلا من أنت أصلا تسبتل أنت شون تسوى عندي لين أنت أقدام بالوليد شون تسوى عندي لين أقدام ترهونة بكل جباروتها وبكل تاريخها شون تسوى أنت أقدام أقداد فا ما عليش سمح لي بس شون تسوى أنت أقدام هات والتبارق اللي هناك شون تسوى أنت أقدام العربان والسعان هناك الجبل الغربي كل واحد يلزم حدوده أنا نتكلم على مجتمع ومحدث يزايد علينا في معارضة النظام الليبي السابق والجماهيرية مرفوضة جملة وتفصيلا وشكلا ومضمونا ما فيش واحد قدر يوصل لمعمر القدافي بدون دعم ساركوزي ولا حلف الناتو إلا الجماعة هناك كنت أحد أهم قياداتها ثلاثة مرات مزايدا لا جيد يا جماعة ما تفرقوش الناس حول الجيش نحن قاعدين للنهار متحملين كل شي مقابل حشد الشعب الليبي أنا هذا اللي يمني أنا غير معني بأي حزب سياسي إطلاقا ولا فيه سياسي في ليبيا يقبر في عيني لعلمك طيب ما فيش واحد أصلا أنا اللي يهمني المؤسسة العسكرية هذه الليبيا أرجوكم رجاء خاص من أجل ليبيا من أجل جيل التسعينات نعم اللي بيموتوا بالطاقة وبالإمكانياتهم غير عادية جيل التسعينات في ليبيا أكبر واحد فيهم اليوم يا أحمد نعم عمره 26 سنة صحيح فقط أستاذ عمان أستاذ عمان لدي دقيقة أعتذر منك أقل من دقيقة المؤسسة العسكرية نعم أسمح لي بس طيب لدي 30 ثانية فقط نريد أن نجمع الوطن أسمح لي بس أرجوك نعم نريد أن نجمع الوطن حول المؤسسة العسكرية نعم كلها حتى مصراتا واللي في ترابلس واللي في برقة والجنوب والتوارد والتبو واللي أنصار الجماهيرية نريد أن نجمعهم كلهم حول هذه المؤسسة الليبية الخالصة طيب المؤسسة العسكرية الليبية عيار 24 دهض نريد أن نجمع الوطن يا أحمد على المؤسسة نعم نريد أن أتوجه باللحظة يا أحمد طيب نهاية السنة لازم أن ننوجه كل الحب والتقدير لإخواننا وأحبابنا أبناء الدعوة السلفية بارك الله فيكم رجال قدعان شكرا التوحيد كفاتوا وفاتوا وصلت إلى الختام ووصلنا معك إلى ختام برنامج الحدث لعام 2016 أشكرك أستاذ نعمان بن عثمان رئيس مؤسسة كويليام لأبحاث مشاهدين الكرام هذه الحلقة الأخيرة من برنامج الحدث لعام 2016 نلتقي العام القادم ونتمنى أن يكون عام سعادة على الليبيين وعلى الأمة الليبية والعربية في أماننا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة